باتت تلك المشاهد في الهند هي الشائعة حالياً جثث في طريقها إلى المحارق ودموع أشخاص فقدوا أحبة رحلوا تحت وطأة وباء كورونا موجة إصابات جديدة مزقت البلد المقتضب السكان بسرعة مرعبة فكابوس كورونا مدفوعاً بطفرة خبيثة جديدة دفع النظام الصحي في الهند للانهيار إمدادات الأكسوجين المنقذ للحياة استنفدت إلى مستويات حرجة وترك المرضى يلهثون ويموتون على أبواب المستشفيات لليوم الرابع على التوالي سجلت الهند رقماً قياسياً عالمياً للإصابات الجديدة إذ اقتربت من حاجز 350 ألف إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كما سجلت أكثر من 2700 حالة وفاة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أقر بأن عصفة كورونا الأخيرة هزت البلاد مشيراً إلى أن ارتفاع الإصابات والوفيات شكل صدمة للأمة الهندية مودي حاول رفع معنويات شعبه مؤكداً التغلب على الأزمة قريباً ما بين تصريحات رئيس الوزراء الهندي وقتامة المشهد على الواقع باتت البلاد تسجل أربعة عشر ألف إصابة كل ساعة ووفاة واحدة كل أربع دقائق في وقت تصر السلطات أن اللقاحات ستكون متاحة لجميع من تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً بدءاً من الأول من مايو إلا أن خبراء يقولون إن كمية اللقاحات لن تكفي لتطعيم الأشخاص المؤهلين وعددهم ستمائة مليون هندي